أهلا أحبائنا مشاهدينا قال الرسول بولوس لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن فلهذا السبب يفتخر ولا يخجل بولوس الرسول من هذا الإنجيل ولكن يمكن المستمع دايما بيسمعنا منقول إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يحنى وهنا يقول إنجيل المسيح خليني أشرح هذا الموضوع أحبائي لأنه بالنسبة إلينا ما فيش أي سوء فهم فالإنجيل هي كلمة كبيرة تطلق على الكتاب المقدس بالتحديد العهد الجديد ولاحظ الكلام في الآية الأولى مكتوب بولوس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لاحظ الكلام لإنجيل الله لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة الكتب يعني العهد القديم فإذن يسمى إنجيل الله في آية تسعة مكتوب فإن الله الذي أعبده بروحي بولوس الرسول طمعا يتكلم في إنجيل ابنه يعني إنجيل يسوع المسيح شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم وفي آية ستعش مكتوب يسميه إنجيل المسيح فإذن هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل واحد مش أنا جيل هو إنجيل واحد يقول عنه إنجيل الله إنجيل الله يعني أي مصدره؟ المصدر السماوي المصدر إلهي مصدر الله ثم يقول عنه إنجيل ابن الله يعني إنجيل يسوع المسيح بما معنى أنه هذا الإنجيل أو البشارة تمت بإنجاز يسوع الابن كلمة الله يقول عنه إنجيل المسيح لأن هذا الإنجيل هو ممسوح من الله يعني كل الإنجيل أو موضوعه أو رسالته هو يسوع فالمسيح هو الممسوح من الله كما قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين فمسحة المسيح تختلف عن مسحة الأنبياء في العهد القديم أو الملوك أو الكهنة مسحة المسيح مسحة إلهية من فوق كما يقول الرسول بطرس عن المسيح يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس فإذن هو إنجيل الله مصدر الله هو إنجيل ابن الله أي يسوع المسيح لأنه تم بإنجاز يسوع المسيح ثم إنجيل المسيح لأنه ممسوح من الله يعطيه الشرعية والمصداقية إنه يحق له أن يكون المخلص والخلاص لكل من يؤمن به ثم لاحظ بنفس رسالة روميا في آخر الإصحاحات يقول إنجيله يعني كأنه هذا الإنجيل أصبح إنجيل بولوس الرسول أي أن هذا الإنجيل أصبح مقروء مرئي مسموع من الشخص الذي يحمل رسالة هذا الإنجيل ولما تكلم لكنيسة غلاطية بيتكلم عن الإنجيل اللي تسلموا من الله مباشرة فهذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل الله إنجيل المسيح إنجيل ابن الله إنجيل بولوس الرسول وله أسماء كثيرة من هذه الأسماء أحبائي يسمى إنجيل السلام يسمى بشارة نعمة الله تسمى بشارة الملكوت يسمى إنجيل الخلاص يسمى إنجيل مجد المسيح في كورونتس الثانية إصحاح أربعة وهكذا أحبائي أسماء كثيرة لهذا الإنجيل فنحن نكرز بالإنجيل شكرا